دي خبر مهمة بالنسبة ليه الاهلوية الجزئية بقى بتاعت التمديد الاهلي اعلن رسميا تمديد تعاقد معلول وكريم ندفد جابت انساد عبدالحفيز بن مدير الكرة اعلن عن تمديد عقد علي معلول الظاهير الايصر لمدة 3 سنوات مقبلة والحقيقة كمان كريم ندفد مشكلته هي الاخرى او تجديده لانه كريم ما عملش مشكلة حقيقة برضه عشان الواحد يبقى تكلم كلام دقيق يعني لمدة 5 سنوات وكريم هي دايما انا مشفق علي وانا بتكلم علي لانه مشفق علي انا بشوف بعيني انا كنت بشوف بعيني كريم ده الناس بتكتب ايه على السوشيال ميديا ناس تبقى هيا مقتنع بانه لعيب كويس بس للأسف عشان في شوية ماشيين في الاتجاه المعاكس فاخدين الناس كلها فلا بقولك اكتب حاجة غلط علي وهو مقتنع انه لعيب كويس لأسف والله العظيم تلاتة اللي بكلمكوا عليه ده قافة 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 سوشيال ميديا دي قافة مش تمام مفتوحة ليل بنهار وفيها ناس بتقودها ارجوكم انتبهوا ارجوكم انتبهوا كل جمهير الكرة المصرية اخدوا بالكم في خمسة ستة كده في كل نادي بكم صفحة بيوجه ويمشي الناس اكريم ندف الدكت الناس حتكراه في الكرة وببطاله الكرة هو لسه يعدي صغير اعادة اكتشاف مرة اخرى وهو العيب رصين وهادي تخيل انت لما بقى انت عادة في السن الصغير ده وعمل تشوف كم الشتايم ده في اسرتك عشان ايه ده انا بالعب كورة وانتو بتتفرجوا على كورة ده هي متعة انا بالعب كورة وانتو بتتفرجوا على كور مش نهاية العالم فانا كريم هفضل طول الوقت حقيقة بعتد بيه جدا مثال الولد الشاب المحترم اللي اشتغل وبيفضل اشتغل على نفسه والحمد لله ربنا نجاه من جحافل السوشيال ميديا الحقيقة اللي كانت بتشتغل عليه الفترات اللي فاتت طيب خليني بقى اقول لكم تفاصيل اه تعاقد مع علي معلول علي معلول واحد من اللعبها الملتزمة جدا جدا كنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت الاهلي كان حريص جدا على التعاقد معه وتمديد التعاقد معه خليني اقول لكم انه اه علي هيبقى هو هو لسه له سنة علي معلول لسه له سنة والاهلي مدد له سنتين فهو كده هيبقى مكمل مع النادي الاهلي كم سنة من النهاردة تلت سنين من النهاردة خلاص علي كان 600 الف دولار قيمة التعاقد بتاعه من السنة اللي جاية هيبقى مليون دولار وانت الاهلي وهنا انا الحقيقى ده زكاء من النادي الاهلي انت لما بتيجي انت الواحد حتجيب لعيب دولي هاتجيب لعيب هتتعاقد مع العيب دولي من السنة الجاية فهتجيبه كم اكيد مش بمليون دولار ركز معايا ركز معايا ده فيديو من التدريبات بتاعت الاهل النهاردة بس سيبكم من الفيديو دلوقتي لان خليني بس اقولكم الكلام ده اللي انا بقوله ده مهمة اوي ركز معايا مليون دولار في الموسم الاول هل مليون دولار ده لما انا حشتري لعيب جديد ظهير ايصر دولي المليون دولار ده حاجة ولا اولا حاجة بلا الاهل بروفو عليه طب لما جي الموسم اللي جاي حتفعله مليون ومتين وبعدين مليون وربعمية ده الاجمال يعني خمسة وستين اه مليون جنيه في تلات مواسم انا اشتريت لعيب دولي منسجن مع الفرقة بخمسة وستين مليون جنيه عشان بس محدش يلعب يعني يلعب في الحتة ده يتقولك ده رقم كبير اه اه يعتبر اغلى لعيب في النادي الاهلي في الوقت الحالي يتقضى بس ده 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 حلال ربنا اللي له علاقة بانه ده لعيب دولي انت لما تيجي تشتري دلوقتي لعيب باي رقم افريقي بيلعب في اي نادي من الاندية هتدفع فيه وهتعد كتير جدا ويعالم بقى هو هيبقى ظابط معاك ولا مش ظابط معاك انت يعني بص بختك يا ببخيت انت مش عارف الدني انت بقى ظابط معاك ازاي فالاهلي انقذ الحتة دي بعالي معلول لانه علي كان جاي له عرضه وقول حضرتكم كان جاي له عرضه عرض كبير جدا من الصين وكانوا تكلموا مع علي معلول حياة وفتحوا مع علي معلول لكن الاقلي لما اتعمل هي انت اتعمل باحداثيات السوق دلوقتي بالارقام بتاعت السوق دلوقتي خليك زكي دلوقتي انت اكنك اشتريت لعيب جديد فاي رقم هياخده علي معلول انا قلتلكوا واقع الارقام هاي هو بياخد ستمائة الف دولار هيبقى ياخد اه مليون من الموسم اللي جاي بعدين مليون ومتين الف بعدين مليون وربعمائة الف انت اشتريت لعيب جديد اه منساجم مع الفرقة لما هتفكر تجيب اي واحد حابب رخم كبير جدا لسارت اختار واحد وعشرين لعيب هيسافروا معاها تنزاني اولو شباب بتقولوا ايه ها ده دي كانت ده كان كلام كده ما بين كابتن سادة عبدالحفيز وعلي معلول قبل التجديد على فكرة انه بعد التمرين كانت كل حاجة كانت خلصانة وعلي زي ما بقول لحضراتكم يعني لعيب مهم جدا بالنسبة لبنائي الاهلي واي حاجة تتحصل في فكرة انه علي مايجددش مايبقاش موجود في الاهلي يتسابكة الدنيا حتبقى صعبة جدا بالنسبة لنادي الاهلي في المركز ده فطبعا النقطة دي انا بقى دايما ايه بحق الحق كده في الحاجات اللي بشوفها قدام عين انا مش رقم يعني مش شاف انه رقم كبير 65 مليون على 3 سنين لسارت اختار واحد وعشرين لعيب في حيسافروا تنزانيا اللي هم شريف اكرامي والشنايو علي لطفي ورامي ربيع وسعد سامير وياسر ابراهيم وعلي معلول وايمن اشرف ومحمد هاني ووحيد خط الوسط فيه شام محمد ورمضان صبحي واسلام محارب وعمر السلية ونصر ماهر وكريم ندفد وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وجونيور اجهيه وصلاح محسن استبعت ست لعيب اللي هم حسام عشور ووليد سليمان ونجيب واظارو واحمد فتحي ومروان محسن وكل دولة بداعي الاصابة بعد فصل سريع جدا جدا هتكلم مع حضراتكم في اخباره كواليس نادي الزمالك وايه اللي بيحصل فيه القلعة البيضاء بعد مكسب النهاردة صعب ولكنه مهم صعب ولكنه مهم فوز نادي الزمالك اليوم على النجوم بهدف دون مقابل سجلوا ايمن حفني واللي احنا بنشوفه ده اه ده من صفر النادي الاهلي كده شباب صحيح كده انا بتكلم صح ده من صفر النادي الاهلي الى تنزانيا اللي هم الواحد وعشرين العيب اللي انا قلت لحضراتكم على اسماءهم بالكامل ان شاء الله بإذن الله تبقى مبرام وفقة بالنسبة ليه النادي الاهلي حسين خلاص انخرط ودخل جوه الدنيا ده لسارتي ده بيصور عمال الملابس اقول ده بيكون بالك انه فعلا صورة حلوة لانه هي الروح اللي شبه كده هي اللي بتجيب نتائج يعني هي الروح لما المدير الفني اتعامل كده مع التاقم بتاعه بالكامل هي ده اللي بتجيب مواده وبيتجيب حب ويتحسس الناس انه هم في حاجة واحدة واحنا قلبنا على قلبه واح حاجات دي بتفرق جدا في الشغل يا جماعة بتفرق بشكل كبير جدا جدا اللقطة حلوة جدا الحقيقة ومعبرة ليه لسارتي او تكاد تكون من افضل اللقطات اللي الناس بتشوفها ليه لسارتي هو بيصور عمال غرف الملابس وفريق عامله اشتركوا في القناة